مرحبا برج الجادي اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهايته هذه القراءة بقسمها الى قسمين اول شي نكتدي الجانب العملي اللي خص الاموال البزنس والمشاريع وبعدين ننتقل الى اسلوب القراءة العطفية باسلوب المرايا مثل ما تعرفون القراءة دائما تكون حق الطالع الشمسي والقمري واي من الكواكب موجودة عندكم في برج الجادي بس اللي تشوف القراءة لازم اهلا يحجد اذا تنطبق عليه ولا لا اول شي نبتدي في الجانب اللي خص الاموال والمشاريع نشوف تطوراته كبرج الجادي الى الاسبوعين القادمين خمسة السيوف تحت اثنين هم الكرتين من الميجر اركانز من الكرتات الرئيسية في التارو كرت برج القوس كرت برج الحوت احس هنا يا برج الجادي لازم اكون صريحة معاك في شخص في اسوسياشن عندك على مستوى الحياة او على مستوى البزنس او زمالة العمل اوكي في شخص هنا قاعد يحاول يستنزفك ونجح في استنزافك من فترة طويلة اوكي علاقتك معه تستنزفك تراجعك وراء للاسف احسي هنا في دينماكية علاقة دائما في شخص يكون او هو اللي يربح وشخصان يكون او هو اللي يخسر بفترة طويلة يا برج الجادي احسك انت اللي كنت مكبر راسك تتجنب المواجهة تتجنب ان تقول كلمة لا هنا اوكي جوابك كان دائما نعم لهذا الشخص ممكن يكون مجموعة اشخاص معك في العمل اوكي او في محيط تجارتك الخاصة في محيط اهلك وهذا الموضوع يخص الورف فترة طويلة لانه تمبرنس اسلوب ديناماكية انت متعود عليها ولكن مش صحية لك اوكي اوكي ماليا ماليا كان يختلم الفرص وانت كنت مشغول في تحقيق شروطه مطالبه توقعاته مثلا هاي النوعية من الاشخاص اللي يقول لكم قبل قبل عشرين سنة ثلاثين اربعين سنة اول ما ابتدوا يدخلون البنات على المدارس كان وقت يعني شوي صعب فالكثير من الاهل الابناء العموم والعموم كانوا يخبرون بعضهم البعض ان هذا الشي غلط ان البنت الفتاة تذهب الى المدرسة في شي غلط هذا الشخص قاعد يسويه خارج عن الاعراف والتقاليد ولكن حلال اللي انت قاعد يتسويه او اللي بتسويه حلال توقعات المجتمع فاخبروا اهني بعضهم البعض ان احنا نتفق ان ما راح نرسل بناتنا الى المدارس المدارس يحكون بداية فساد الجيل هذه كانت افكارهم وقتها اللي صار ان فعلا في احد الاخوان الاخوة صدق هذا الكلام وما ارسل بناتها للمدارس اللي كان المحلوظ الروحون اكتشف عقو فترة ان اخوه المقرب اللي قال له هذه النوعية من الكلام كان اول شخص سجل بناتها في المدارس وحرص في ذاك الوقت كان جدا صعب يكملون حتى المرحلة الابتدائية حرص هذا الشخص او هذا الاخل اللي شوي متلاعب عند طاقة التلاعب عند طاقة الحكم على الاخرين عند طاقة حلال علينا حرام عليكم هذا الشخص ايضا نجح في هذاك الزمن انه يوصل بناتها الى المرحلة الجامعية شوفوا كانوا الفتيات يحلمون بان على الاقل يخلصون ابتدائية ووصلوا للجامعة عندك هذا النوع من الطاقة ممكن تلعب فيها على اي وتر وتر البزنس وتر الوظيفة اللي انت فيها في شخص يقولك لا 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 يا برج الحوت ما يصير تتأخر خمس دقائق عن الدوام ما يصير تتأخر ما يصير تناقش المدير في هذا المشروع ولكن هو يستغل وجهة نظرك يأخذها وينقلها للادارة والادارة يقولون انه هو شاطر مثلا ما تقدر تغير الماضي ما تقدر تغير الماضي ما تقدر تغير الماضي عدم حراكك موافقتك احنا نقول ساكر عن الحق الشيطان اخرص موافقتك وان كانت بالايماء في الفترة السابقة هذه كانت تعتبر وتعتبر لحد الان موافقة قانونية انت كنت موافقة ما تقدر تواجه لا تدخل في طاقة اريد ان ارجع حقي من الماضي خلص من الماضي سكر عليه الابواب اللي صار صار خلط طلعاتك هني دائما الى المستقبل المستقبل هني تقدر ترسم في طاقة صحيح انا غلط صحيح انا قصرت وفي حق نفسي ولكن الحين لا الحين لا ما رح تنازل الحين لا ما رح اغلط نفس الغلط مت نازل حتى الحين لا ما رح اسمع نصيحة هذا الشخص اللي يوم من الايام اكتشفت انه هو وصل المعالي على حسابي اخر كرت عشرة الاخصام الاشخاص رح يكون صعب في البداية رح تكون في صعوبات استقلالك عن هذه المجموعة من الاشخاص اللي دائما يحكمون عليك يمنعونك ان انت تعبر عن كل قدراتك تعبر عن قوتك تعبر عن حقيقتك اخرص يقولون لك لا وحرام وعيب وما يصير مثلا هاي نايم الاشخاص يقول لك الزبون ما رح يدفع اكثر من كذا كذا لهذه البضاعة تروح تشوفهم اهم عروضة والبضاعة باضعاف القيمة اللي نصحوك اللي نصحوك فيها ومش اتبضاعتهم اوكي عشرة الاخصان انفصالك عنهم ما رح يكون سهل انت في مرحلة مخاط صعب ليل امانة برج الجديد عمليا عمليا اهني كأنما في اشخاص قبيلتك اللي في العمل اللي في الدراسة اللي في البزنس المحيطين فيك كنت في بيئة سيئة ولكن انت في مرحلة مخال طالع لتلاقي اشخاص افضل منهم وللامانة لازم اقول لك هذه النصيحة انت ما تحتاجهم انت كنت تصاحبهم خوفا من الوحدة خوفا من الوحدة انت توافق على طلباتهم خوفا ان مثلا اذا كانوا اهلك ما رح يظلون يتقبلونك ما رح تظل المحبب عندهم دائما برج الجديد يحب ان يخدم الاخرين يكون ذا قيمة لشخص ثاني يسخر نفسه من اجل شخص ثاني يحب هذا الطاقة بس لا تعتقد ان اذا انت رحلت رح يستبدلونك ما في طاقة استبدال انت رح يكون صعب عليك الانتقال الى هذه المرحلة بروحك بدون قبيلة بدون جروب الداعمين اللي دائما يدعمونك سواء في الصح سواء الغلاث ما رح انت رح تلاقي شوية صعوبات ولكن هم اللي رح يخسرون على المدى الطويل يعني مثلا هني نرجع لسياسة البزنس او الاموال شفنا الطاقة شلولا نطبقها الطاقة تقول حتى لو مثلا قالولك انت عارف انت اللي تعرف حقيقة او المنطق اسمع الى المنطق انت يحكمك كوكب ساترن ساترن هو كوكب المنطق والذكاء والعقل انت اذا تحس ان في سعر منطقي ان طلبته كدخل لك او طلبته لان انت تاجر وهذا سعر بضاعتك وهذا سعر خدمتك لا تخلي الاخرين في الفترة القادمة ان كانوا زباين ان كانوا منافسين ان كانوا زملاء عمل مين ما كانوا ان كانوا حتى موظفين عندك لا تخليهم يأثرون بسهولة وخلونك تغير رأيك احس هذين الاشخاص انت ثابت ايه ولكن هذين الاشخاص عندهم نوع منطقة المياه التلاعب ممكن تكون تتعامل معك ربحود سرطان دائما شاطرين يخلونك اتفكر ان هذا الموضوع فكرتك ولكن تنفذ بطريقتهم اوكي فهذا التحذير في الفترة القادمة في الحياة العملية ورح اسحب لك هنا ايضا كرت نشوف النصيحة الاخيرة اوكي يقولك انت مستصعب شي هو سهل انت مستصعب شي هو من حقك انت مستصعب شي الاخرين قالوا لك لا مستحيل ما يصير وفي هاي الاثناء اوه ما حققوا اللي قالوا لك هي ما يصير حال الوقت لاعادة كتاب مو الماضي انا حذرتك من البداية لا تدخل في طاقة ابي ارجع حقي اللي ضاع في الماضي لا الحاضر ولا حتى المستقبل المستقبل اذا فكرت فيه وايد رح تدخل في طاقة تعب ثقل الحاضر خل تركيزك في الحاضر هذا اللي قاعدة اشوفه لك اكتب وركز في تفاصيل الحاضر اسعارك طريقة تقييمك انت لنفسك اوكي لما تشوف شي تعرف انه رح يحسن حياتك الشخصية وحياة اللي موجودين معاك في العمل اوكي لما تشوف انه مثلا لو ننفض ان هذا الموضوع ورث بالنسبة لك الاشخاص اللي قائمين على الورث الاخوان بالعادة ممكن يكونون الذكور قاعدين يضاربون قاعدين يتناحرون والكل قاعد يخسر انت عندك طريقة افضل عشان تحل الامور والكل يستفيد ولكن محتاج انك تعبر الكتابة هي نوع من انواع التعبير مو تتهاوش مو تتجادل ومو تواجه لا تعبر لان احس على الطرف الثاني من الانتقال رح تلاقونك اشخاص قبيلة لما اقول قبيلة فهم رح يكونون اشخاص يتعاملون معاك في هذا المجال كزبائن كزملاء عمل كحتى بعض الورثة رح ياخذون جانبك انت بعد فترة ويشجعونك انت يتفقون معاك انت يقصون ورائك انت ليش يقول يقفون ورائك انت تشوف اللي قاعد يكتب يأتيه الهام من الملاك لا تستند على اي رأي غير رأيك في الفترة القادمة ولا اي منطق ولا اي حدس ليش اقول حدس في الفترة القادمة الا حدسك انت عندك هني شخص ممكن يكون برج القوس برج الحوت اي برج ثاني ممكن يكون طالعة في القوس والحوت ما نقدر نعرف كل التفاصيل تبع الابراج ما لاتهم ولكن اللي نقدر نتأكد منه ان هذا الشخص لانه ذكرت برج الحوت كان يتبع معاك سياسة تشكيك في نفسك يشكيك في نفسك يشكيك في خطواتك القادمة يخليك تخاف وما تاخذ اي خطوة وياخذ الفكرة الجميلة الذهبية اللي انت فكرت فيها ويروح وهو ينفذها احرصنا في الفترة القادمة انت تكون الكاتب انت تكون المنفذ لأفكارك الخاصة هذا اللي ابي اقوله لك والحين ننتقل الى القراءة العاطفية باسلوب المرايا ممكن تكون جدا عكسية هذا الجانب او هذا الجانب عندنا جانبين خذ الجانب اللي تحسه ينطبق على وضعك مع الشريك اكثر خلا نجوم بسم الله اول جانب سيكون جانب بورج انجدي خلافة الاخصان فيه شخص هذا الشخص مشاكس قاعدة احس انه مشاكس ما يلتقي معاك يلتقي مع غيرك صعب معاك سهل مع غيرك غير متوفر معاك متوفر لغيرك ولكن هل لانه هو ظالم او لانه هو مظلوم انت اللي تقدر تجاوب على هاي السؤال رح يكون فيه نوع من مو التقاء اكتشاف تكتشف ان انت ذهبت الى نفس الدولة اللي اوه كان موجود فيها قبل اسبوع التقاء ذهبته الى نفس المكان بس ما صار التقاء كنتم موجودين في نفس الاجتماع بس ما صار فيه التقاء بس ما فيه التقاء لحد الان فيه بعد مسافات بينك وبين هذا الشخص كرت اللي بعده سلتة الاخصان مشغول جدا بوقته هذا الشخص في الاحتفال مع الاخرين البحث عن الصيد القادم دائما يصيد صيد هني اما انت اما اهوى احس ان اهوى هذا اهوى شريكك صار في وضعية الصياد من شخص لشخص من جائزة لجائزة سيعتبر الاشخاص مثل المقبلات مثل الحلاوة مثل الجائزة واحد لا ثاني من ثاني لا ثالث داخل في وضعية عدم الالتزام ولكن ولكن حتى لا ينظر الى حقيقة واقعه على وهو انه يفتقدك يشتاق اليك اوكي صار فيه بينكم خلاف صار فيه بينكم ابتعاد قاعد يعتمد على الالهاءات اوكي اخر كرت لهذا الطرف كأنما انت ايضا تنتظر رجوعه ترى انت انت انتظر منه خطوة انت اللي تنتظر احسك برج الجديد هذا الكرت طاحوا الكرتين بس انا باخذ بس واحد منها اوكي في احد عندنا هني يتجسس من اللي كان يتجسس اصبح ما يتجسس اصبح العكس الحين انت اللي تعرف من اللي كان يتجسس عندك هني شخص يتجسس عليك في السوشال ميديا يدخل على رقمك يفكر ان يكتب رسالة وبعدين يتراجع ويمسح كل الرسالة يفتح التلفون ينظر الى رقمك ينظر الى الصورة اللي حطناها انت في الواتساب وبعدين يسكر مرة ثانية اوكي لحد الان لان امله ما انقطع وان كان عايش في طاقة المراهق اللعوب حاليا ولكن ما انقطع الامل منك لحد الان عنده امنية انه يرد يرجع فيكم الوقت هني مو قلت لكم عندنا ابتعاد نصير في نفس المكان بس ماني لتكي عنده امل ان يوم الايام تلتقون هذا الطرف خلنشوف طاقة الطرف الثاني عندنا هني طاقة الابراج النارية اسد حمل قوس احس اكثر شي قوس اوكي الابراج الهوائية ميزان دلو ممكن يكون جوزاء دلو اكثر شي او ميزان خلنشوف الطرف الثاني فارس الارض ان طلعت عنده كرت برج الجوزاء السيفين ولكن معكوس اوكي الكوب الاول من اللي اصبح مستعد ان يتحدث عن مشاعره شوف لما اشوف كوب مدعم بطاقة ارض هني معناته عندنا شخص كان غير مستعد ان يتحدث عن مشاعره مم او كان يتحدث عن مشاعره عندنا شخص نعم مستوى الحب عنده من البداية كان قوي ولكن ما كان يدعمه بافعال كانت الافعال في صوب والكلام في صوب ما يجتمعون مع بعض اوكي يقول لك يحبك ويقصد فعلا ان يحبك او يعطيك ايحاءات ان يحبك هني ممكن يكون ايضا ايحاءات تلميحات ولكن افعاله تقول ان يستطيع في اي لحظة ان يتخلى عنك ما كان في اجتماع لا جسديا لا حتى اهوى في طاقة هذا الشخص نفسه شنو اللي راح يصير في الفترة القادمة احس انه راح يكون في اجتماع لان نكرت الافتراق طلع معكوس برج الجدي احس في شخص اول هذا الشخص اول محادثة لك معاه لازم تكون بخصوص اول شي بيتكلم عن المشاعر بيستغرقه هو في طاقة المشاعر طاقة العتاب طاقة الحب مو مشكلة على طول لازم ندخل في طاقة شنو المطلوب منه بالضبط شلون محتاج يفهم منك هذا الشخص عند طاقة عدم نبوج عدم فهم اوكي ما قادر يفهم احسن متعود على نوعية اخرى من الاشخاص لدرجة انه لما التقى فيك حسب الحب ولكن ما قدر يفهم شنو المطلوب منه كان يفكر نفس انه هو يتصرف على احسر ما يرام اوكي تصرفاته حلوة تصرفاته مقبولة بس ما كان مستوعب تأثير وحقيقة تصرفاته عليك نوع من الانانية لما التقيت فيه اهني تجهيز قائمة الطلبات عزيزي برج الجديد هذا الانسان محتاج اتربيه في الحب اتعلمه ما اخذ فكرة غلط عن الحب ما اخذ فكرة غلط عن العلاقة محتاج اتربيه في الحب من جد و جديد تبني معاه من جد و جديد مثل الطفل الصغير اللي تون ان علمه يعتمد على نفسه هذا الطاقة وإن كان سنة كبير ما يخص بتقول لي عمره ثلاثين أربعين خمسين في الحب ما عنده اي نوع من الفهم فهم الحب بطريقة غير صحية او العلاقة نفسها فانت هني على طول تتخلى توضح له مطلبات لا توضح له شنو المطلوب منه كيف يتصرف الشخص اللي يحب الخيارات ممكن كان عنده خيارات ثانية وكان وقتها رافض انه يقوم باختيارك انت او الطرف الثاني رافض انه يختار يريد ان يخلي الوضع معلق بينكم اوكي بس هذا في الماضي طلع من هذه الطاقة صار اكثر استعدادا لحد الان خطواته غير وافقة ثابتة ولكن غير وافقة افهموا كلامي بدقة عنده ثبات هذا الطاقة ارض ولكن ما عنده ثقة لانه مش فاهم كيف لازم كأنما العلاقة كذا مرة ندخل في دوامة وتوقف عند نفس الحد ما تتطور اكثر تنتهي العلاقة اصير الزعل وهو يظل مو فاهم ليش صار هذا الشيء الطاقة او رح يحتاجك هذا الشخص في الفترة القادمة ان انت توضح له ما هو متوقع منه عزيزي بولي ترجمة نانسي قنقر